أعزاء الطلاب لما كانت عناصر الخطة تختلف من موضوع إلى آخر ومن بحث إلى آخر أردنا أن نفردها لنبينها في النقاط التالية إن الخطوط العريضة لعناصر الخطة تختلف كما قلنا من موضوع إلى آخر ومن فكرة إلى أخرى ولذلك لا بد لنا من أن نبين هذه العناصر في النقاط التالية أولا التمهيد أو المقدمة إذ يجب على الباحث أن يبين في التمهيد لموضوعه أو المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهميته والخطة التي سيسير عليها والمنهج الذي سيتبعه في دراسة موضوعه هذه الأسباب تحدثنا عنها لأنها أساسية في إبراز الغاية من الموضوع وكذلك التعرض لتلك الدراسات السابقة التي سبق الباحث بها أيضا لابد أن يضع الباحث الفروضة والتصورات التي سيجريها في بحثه حتى يعطي للقارئ وضعا عاما يفهمه في بداية قراءة البحث وكذلك من هذه العناصر أن يضع الباحث الأهداف الأساسية للبحث كيف سيناقشها وكيف ستكون طريقا للوصول إلى حل لهذه المشكلة أيضا من تلك العناصر أن يذكر الباحث الطريقة أو المنهج الذي سيتبعه في معالجة تلك المشكلة كما أن من هذه العناصر أن يوضح الباحث في التمهيد أو مقدمته لمن ألف هذا البحث يعني الشريحة التي ستستفيد من هذا البحث حتى يكون القارئ أيضا على بينة من أمره ومن هذه الخطوط العريضة للخطة أن يحدد المصطلحات في بداية بحثه إذ إن تحديد المصطلحات في أول البحث يحدد العلاقة بين القارئ وبين البحث كما يبين العلاقة بين الموضوع وبين واقع المجتمع الذي يمر به ومن هذه الخطوط وضع حدود للبحث فيبين الباحث فيه أنه سيضع له حدودا تبدأ من كذا وتنتهي بكذا حتى يكون البحث بين الأواصر واضح القسمات عظيمة الفائدة وبهذا نكون قد وقفنا على الخطة وتعريفها وفوائدها وعناصرها وأيضا الخطوط العريضة لعناصر الخطة من موضوع إلى آخر وإلى نقطة أخرى من نقاط دروس مادة البحث والمصادر ترجمة نانسي قنقر